مرحبا بكم شاهدين الله كرام في عرض اخباري مفصل مباشر من انفاند كاتخ اجرى رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش بيادر البيضة مباحثات مع الوزير الاول بجمهورية السوتومي وبرنسيبي الديمقراطية باتري سيمري تم من خلالها بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تندرج في طار رؤية صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله الرمية الى تطوير التعاون جنوب جنوب لفائدة القارة الافريقية وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ان سيد خنوش اكد ان المملكة المغربية بقيادة جلت الملك حفظه الله على استعداد لتقاسم خبراتها مع البلدان الافريقية الشريكة في المغرب افادت وزارة والوقاف وشؤون الاسلامية بان المرحلة الثانية لاستخلاص مصارف حج 1446 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من التاسع الى الثالث عشر دجمبر المقبل واوضحت الوزارة في بلاغ الله انه بالنسبة لمواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي اسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤد مصاريف الحج لموسم 1446 هجرية في المرحلة الاولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين التاسع دجمبر الى غاية يوم الجمعة الثالث عشر دجمبر 2024 مع قبول الشيك المسادق عليه في خبر اخر وخلال حضوره الاجتماع الاربع لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اجرى وزير العدل عبداللطيف وهبي مباحثات مع عدد من نظرائه العرب على هامش عقادي الاجتماع الاربعين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اجرى وزير العدل عبدالطيف وهبي مباحثات مع نظيره المصري عدنان فانجري مباحثات همت عددا من القضايا اهمها تبادل التعاون في ميدان التشريعات وزير العدل المصري الذي عينا اخيرا والذين همنا فتحنا معه نقاش حول مجموع من القضايا خاصة تبادل المعتقلين الى غير ذلك من القضايا المطروحة علينا بشكل مشترك واخرنا ان نتعاون وتبادل التشريعات في مجال الدكال الاصطناعي الى غير ذلك من القوانين وفي نفس اليوم التقيتم مع السيد وزير العدل العراقي الذي كانت لقى اللقاء مع الحميمي في الحقيقة وتناقشنا وتقرر انه ننوقع اتفاقيات في البغداد في اقرب الاجال الاجتماع الاربعون لمجلس وزراء العدل العرب ناقش مجموعة من القضايا من قبيل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كما تمت مناقشة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية من العاصمة المصرية إلى تنجا جارت تجشين المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا والذي يمثل استكمالا لخطوة أولى مهمة ضمن عملية ستفضي إلى جميع مصالح القنصلية العامة والمعهد الفرنسي بمدينة تنجا في البناية التاريخية بساحة فرنسا وسط المدينة هذا التقرير في الموضوع لك عبدالطي بن طالب المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا في تنجا يمثل استكمالا لخطوة أولى ضمن عملية لتجمع مصالح القنصلية العامة والمعهد الفرنسي في البناية التاريخية بساحة فرنسا وسط المدينة حفل التدشين حضره على الخصوص سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتي ووالي جهة تنجا تتوان الحسيمة يونس التازي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو وعدة شخصيات أخرى القنصلية العامة لفرنسا تم نقلها إلى البناية التاريخية التي كانت تضم مقر إقامة القناصل العامين لغاية سنة 2021 بناية شودت قبل 150 سنة فتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء أشغال إعادة التأهيل الحفاظ على طابعها المعماري الخارجي إلى جانب تعزيز هيكل البناية وترميم أثاثها العتيق المتفرد وفي موضوع آخر يخص فرنسا والمغرب قارب عدد من المنتخبين الفرنسيين والمغاربة في مقر مجلس الشيوخ في باريس تجارب المغرب وفرنسا في مجال الانتقال البيئي وهذا التقرير لك شايمة باك في إطار المنتدى الثالث للمنتخبين فرنسا المغرب المنظم بمقر مجلس الشيوخ بباريس التأم عدد من المنتخبين الفرنسيين والمغاربة والهدف مقاربة تجارب المغرب وفرنسا في مجال الانتقال البيئي سفيرة جلالة الملك في فرنسا السيدة ساميرا سيطايل وفي كلمة لها خلال افتتاح هذا المنتدى أكدت أن جمعية دائرة أوجين دولاكخو قد رصخت نفسها كمركز فكري يجسد مجموعة من القيام التي تجمع بين المنتخبين من فرنسا والمغرب دعية في سياق هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الفرنسية المغربية إلى تجسيد قيم الحوار والتضامن والتعاون التي تشكل مصدر قوة لهذه العلاقة نحن سعداء جدا بنعقاد هذه الدورة الثالثة للمنتدى بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إمانويل مكرون للمغرب والتي تميزت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع التركيز بشكل خاص على الانتقال البيئي موضوع اللقاء مهم للغاية لأن كل ما يحدث على المستوى السياسي والاقتصادي يتمحور حول الطاقة وزيرة الانتقال الطقي وتنمية مستدمة سيدة ليلى بن علي وفي مداخلة لها عبر تقنية الفيديو قالت إن الاتفاقيات العديدة التي تم توقعها بين البلدين تشكل إشارة لجيل جديد من الشراكات الاستراتيجية الأكثر طموحا وجرأة لمواجهة مختلف تحديات التي تواجه فرنسا والمغرب ومن العاصمة الفرنسية نعود بكم إلى تنجا مشاهدين الكرام حيث تتواصل فعالية ملتقى التشغيل تحت شعار فرص جديدة آفاق وعيدة الذي يهدف إلى تعزيز وتدبير التشغيل المحلي للشباب والنساء في تنجا وكذلك تتوان الهدف من هذا الملتقى في التفاصيل معك سعاد هريرش هو فضاء يلتقي فيه الشباب الباحث عن العمل والعارضون من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بحثا عن فرص جديدة وآفاق واعدة الملتقى يجمع عدة فاعلين محليين ودوليين هدفهم مناقشة قضايا التشغيل وفتح آفاق جديدة للشباب والنساء بمدينة سيطنجا وتدوان هذا المنتدى للتشغيل هو مهم لأنه يجمع عدد المهنيين وتبارك الله يعني العروض دي العمال كتير جدا في المنطقة اليوم الهدف هو أن الحكومة جايب وحد العرض للخدمات جديد ميزانية مهمة كتفوقت الـ 14 مليار دي الدرهم في هذا القانون المالية وغيرا نبدأ بابتداء من البداية دي السنة في واحد العمالية دي الكشغيل كبيرة تشمل خصوصا الناس لما عندهم الشهادات الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى غاية الثلاثين من شهر وانبير الجاري يشكل فرصة للاطلاع على مختلف البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في مختلف المجالات وكذا تواصل مع الخبراء والمختصين في مجال التشغيل انعقد بمدينة فاس اللقاء الجهوية التشعورية الثالث حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة ما بين 2025-2026 تفاصيل مع كيشا فرح في إطار مقاربتها التشاركية الرامية لتوسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بمدينة فاس اللقاء الجهوية التشعورية الثالث حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة ما بين 2025-2026 اليوم جهات فاس مكناس موجودة باش تحسن من الأرقام ديالها ديال التصدير اليوم 10.6 مليار درهم سنويا المرتبة الخامسة 3% من مجموعة الصادرات المغربية هي أرقام لا ترقى إلى المستوى ديالجهات فاس مكناس وبالتالي هذا الاجتماع وهذا اللقاء الاستشاري مع الناس كل المتدخلين في التجارة الخارجية جاء من أجل بلورة واحدة استراتيجية جديدة إن شاء الله سنة 2025 وفي المستقبل وتم خلال اللقاء التشاوري الحث على ضرورة تثمين القطاعات الصناعية الواعدة كصناعة السيارات والصناعة الغذائية والنسيج والصناعات الكيموية إلى جانب الصناعات الميكانيكية والصناعات التعدينية جهة ديالنا ليه اليوم كتعرف واحدة القلة ديالتصدير ما كان متلوه إلا 3% من القيمة الإجمالية ديالصادرات المغربية وقد نطعمه كبير أن هذا الأرقام هذا يتموه ضعفه في الجوجلة في ثلاثة سنوات قليلة المقبلة إن شاء الله وتتواصل اللقاءات التشاورية الجهوية حول خريطة طريق التجارة الخارجية إلى غاية الثالث عشر من دجمبر المقبل حيث ستكون مدينة العيون آخر محطة من هذه اللقاءات وطنيا دائما وتخليدا لليوم العالمي لمكافحة سيدا جرابي أجدير الاحتفال بمرور عشرين سنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى السيدا بالمغرب والذي يتابع حالات أكثر من خمسة ألاف شخص متعايش مع الفيروس وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحمية الاجتماعية أن هذا الاحتفال الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية المندمجة لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية للفترة 2024-2030 ترأسه وزير الصحة والحمية الاجتماعية أمين التهراوي بحضور والي جهة سوس مس عامل عملة أجدير إيدو تنان وعامل أقاليم وعملة الجهة ورئيس مجلس الجهة وشخصيات أخرى في ذاتي سياق دعا مشاركون في ورشة ترفعية تحسيسية نظمت بالصويرة إلى تعزيز ولوج الفئة الأكثر عرضة للإصابة والمسابين بفيروس نقص المناعة أو المكتسبة إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاجات المشاركون في ورشة ترفعية تحسيسية نظمت بمدينة الرياح دعاوا إلى تعزيز ولوج الفئة الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاجات وذلك وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان الآن جميع المعطيات العلمية تقول أو تشير بأنه ممكن القضاء على مستداف حلول سنة 2030 إذا أكيد أننا استطعنا أن نستجيب الشرط المطلوبة منها أنه 95% من الأشخاص المتعيشين يجب أن يعرفوا أنهم حاملين الفيروس وبذلك واجبت تشجيعهم على القيم بالخطوة المتتمثلة في التشخيص هي تظاهرة تندرج في إطار مجهودات تفاعل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة حول حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة المكتسبة وداء السل والتهابات الكبد الفيروسية 2024-2030 التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الصحة تتكفل بجانب البيوت طيبية وكذلك مؤسسات الإلجاب الموضوعاتية يعني تدرو بزاف ديال المجهودات من أجل تكفل بمرضى حامل السيدان كان الهدف من هذا اللقاء هو أننا نقوم بواحد الورشة للغرض منها والرفع من درجة وعي هذه الشركاء بالقوانين والتنظيمات التي تحول دون ولوج الفئات المستهدفة ببرامج محاربة السيدة للعلاج والخدمات الصحية وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التحديات المستمرة التي تعترض الولوج الشامل لخدمات الوقاية والرعاية الخاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والاسيامة الحواجز القانونية والاجتماعية والبنيوية طنيا دائما وعلاقة بموسم جني الزيتون رفع المكتب الوطني ليسلم صحي المنتجات الغذائية من وطيرة مراقبة جودة زيت الزيتون ومشتقاته على مستواجهة بن ملال خنيفرة هذا روبرتاج لكاردوان مستقيم مع انطلاق موسم عصر الزيتون بجهة بن ملال خنيفرة يتعبأ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا من خلال مصلحة مراقبة المنتجات الذات الأصل النباتية بتكثيف زيارته الميدانية المفاجئة للوقوف على مدى احترام معايير حفظ الصحة المعمول بها وكذا مطابقة الزيوت المطروحة للبيع للشروط القانونية اسم اللي يعطينا لهذا كزين الزيتون فكنشوفوا واش العنوانة هي مطابقة المنتوج اللي كين في الزيت هذا من جهة ومن جهة أخرى ترقبوا حتى ليكون أنه هناك يعني يقدر يكون شي ميلانج ولا شي يعني يعني يوقع واحد الخلط ما بين واحد زيت زيت الزيتون مع زيت أخرى لما هي زيت الزيتون فالتحاليل هي كتعطينا كنت أكد من أنه شي يكم فيها شي مضاف آخر إجراءات المرقبة تشمل أيضا التحقق من اسم المنتجات وتاريخ صلاحيتها وعنوانها فضلا عن رقم الترخيص الخاص بها الزيت اللي هي عند العنوانة عند الأصل ديالها مرخصة من طرف السلامة الصحية لأنه على الأقل حتى لي كان شي حاجة فاتزيت لما هي شركة القراسك بأنه عندك الحق أنك شكل غير تتابع شكل غير تتعامل معه وكن أكيد أن الزيت المعنوانة ومرخصة عند مراقبة ديالتها مقتفقة وبشكل دوري على طول السناء في الوحدات الصناعات الغدائية وبهدف ضمان حماية أفضل للمستهلك يتم أيضا رصد شروط وطرق العصر المستخدمة ونظافة المنشآت وجودة المواد الخامة من قبل المفتشين في موضوع آخر علاقة باستراتيجية الماء هذه المرة بيتاتا جلسة عمل انعقدت حول مشروع التدبير المندمج للموارد المائية وذلك في طار ينشطة مشروع النهوض بالتدبير المندمج لهذه الموارد بالأوساط الواحية فدوانافيل التدبير المندمج للموارد المائية بالأوساط الواحية شكل محور جلسة عمل بإقليم طاطا ترأسها عامل الإقليم صلاح الدين أمال بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع التدبير المندمج للموارد المائية التي تشعر فيها جميع المدرسة على المحاول الأرض يدعمون من الاتحاد الأوروبي تشتغلوا على هذه المشروع مدة ثلاث سنوات تدارت في الحق مقاربة الشاركية تداروا مخططة دين الماء اليوم تشتعطون الطلاقة الثانية لهذه المشروع لكي يكون تنزيل ما تبقى من المشاريع والانطلاقة في إطار واحد تنمية مندمجة تحت إشراف السيد العامل ومع جميع الفاعلين وخلال اللقاء تم الاتفاق على تظافر جهود كل الأطراف المحلية والإقليمية والوطنية والدولية المعنية لدعم هذا المشروع النموذجي والذي سيمكن من تدبير جيد لدورة المياه في كل مراحلها واستعمالاتها المنزلية والفلاحية والسياحية في الخبر الفني نظمت جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بالعاصمة الرباط سهر أندلسية حيتها جمعية نجوم الأندلس وذلك في إطار برنامجها السنوي خميس الأندلسيات إيشان فرحا الدورة الثانية والعشرون من خميس الأندلسيات المنظمة من قبل جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة شكلت مناسبة للاحتفاء بالطرب الأندلسي من خلال تقديمه في قالب إبداعي متميز جوق جمعية نجوم الأندلس برئاسة عبدسلام الأملاحي الوزاني تفنن في عزف باقة من النوبات والقصائد الأندلسية قصائد ونوبات رددها الحضور بما تحمله من أصالة ترنو دوما إلى التجدد وتعد هذه التظاهرة فرصة لتأكيد الأهمية التي يحظى بها هذا الفن الأصيل عند المغاربة وضرورة نقله لأبنائهم وللأجيال الصاعدة وتدريسه في المعاهد الموسيقية في رياضة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الأحد عشر المرشحين لجائزة أو تشكيلة الفيفا الأفضل سنة 2024 التي تضم اللاعبين الدوليين المغاربة ياسين نابونو وشرف حكيمي وسفيان رحيمي وتتوج جائزة فيفا لأفضل تشكيلة اللاعبين واللعبات الأفضل في العالم في مراكزهم ويرشح اللاعبون واللعبات للجائزة حسب أدائهم ما بين الحادي والعشرين من غوشت 2023 والعاشر من غوشت 2024 نقطة نية النشر شكرا لمتابعتكم بعد قليل موجز لأهم الأنبع تظهرونها